موسيقى لنتعرف الآن على ما حصل من خلال قراءة ما وصل إلينا عن هلاك وقادة المغول وعساكرهم مع الالتفات إلى أنه لو لم يصل إلينا عنهم إلا ما وصفوا به الخليفة بالأبلة وصفوا الخليفة بالأبلة لكفى هذا لكفى لكل عاقل معرفة ما جرى وسبب ما جرى ولا تيقنه حقيقة التدليس التيني الذي جرى والكلام فيه موارد الموارد الأول تاريخ الإسلام في الجزء الثامن والأربعين في صفحة مائتين وواحد وستين قال الذهبي حكى جمال الدين ابن غطلين عن أبيه أنه قال أخذوا الخليفة ليقتلوه وكان معه خادم يقال له قرنفل فألقى عليه نفسه يقيه من القتل فقتلوا الخادم وعادوا إلى رفس الخليفة حتى مات وكان يسمونه الأبلة وحدثني شيخنا ابن دباهي قال لما بقي بين التتار وبين بغداد يومان أعلم الخليفة حينئذ فقال عدلان يروحان يبصران إن كان هذا الخبر صحيح ثم طلب والدي فحضر إلى بين يديه أي ثم طلب الخليفة والدي فحضر إلى بين يديه وطلب منه الرأي وقال كيف نعمل قال الخليفة كيف نعمل فصاح والدي وقال فات الأمر كنتم صبرتم زاده لو صبرتم أكثر يكون أفضل فات الأمر كنتم صبرتم زاده المورد الثاني الذهبي في تاريخ الإسلام جزء 48 في صفحة 37 سنة 56 و600 656 هجري كائنة بغداد قال الذهبي إن التتار إن التتار يبذلون السيف مطلقة فإنه راحة تحت السيف الرافضة والسنة وأمم لا يحصون ثم ضرب هلاكو عنق باجونين لأنه بلغه عنه أنه كاتب الخليفة وهو في الجانب الغربي نحظ كل من يشك به يقطع عنقه ينتهي الأمر هذا قائد من قادة من قادة هلاكو لاعظ مجرد ما بلغه أنه كاتب الخليفة وراب العنقه يكمل الذهبي يقول ما زالوا في قتل وسبه وتعذيب عظيم لاستخراج الأموال مدة أربعين يوما فقتلوا النساء والرجال والأطفال أهل البلد وأهل سائر القرى ما عدا النصارى أين لهم شحاني حرسوهم وانضم إليهم خلق وانضم إليهم خلق فسلموا وكان ببغداد عدة من التجار سلموا لفرمانات والتجأ إليهم خلق إذن يوجد تجار هو يتعدث عن تجار أعطوا الأموال دفعوا الرشا دفعوا الفدية فأعطوا الكتب عدم التعرض كتاب الأمان والتجأ إليهم خلق خلق من الناس من العراقيين من أهل البلد وأيضا سلموا على أنفسهم وكان ببغداد عدة من التجار سلموا لفرمانات والتجأ إليهم خلق وسلم من بدار ابن العلقمي ودار ابن الدامغاني وصاحب الديوان ودار ابن الدوامي الحاجب هؤلاء لا يذكرهم ابن تيمية حتى يتم التغير وتتم الأكذوبة ويتم الإفتراء على ابن العلقمي لاحظ ليس فقط ابن العلقمي لكن يوجد غير ابن العلقمي من علماء السنة جرى لهم ما جرى لابن العلقمي يقول وسلم من بدار ابن العلقمي ودار ابن الدامغاني صاحب الديوان ودار ابن الدوامي الحاجب وما عدا ذلك ما سلم إلا من اختفى في بر أو قناة وأحرق معظم البلد ترجمة نانسي قنقر